اشتركوا في القناة الروسية العربية بمناسبة زيارتهم للمملكة حيث يقلد رئيس الاكاديمية جلالة الملك المفدة وسام نجمة الاكاديمية الكبرى من الدرجة الاولى نيابة عن علماء الاكاديمية من مختلف دول العالم حيث يعد هذا الوسام من اهم الاوسمة العلمية الرفيعة وذلك تقديرا لجهود جلالة الملك المفدة وحرصه على تطوير مختلف مجالات العلوم والتكنولوجيا ودوره الكبير في تعزيز العلاقات الوطيدة بين البلدين الصديقين ورحب جلالته حفظه الله بالبروفيسور اولي كوزنتسوف معربا عن شكره وتقديره بمنح جلالته نجمة الاكاديمية العريقة التي ترعى افضل ابحاث المفكرين العلميين والابداعيين وتسهم في تقدم التكنولوجيا في روسيا ودعم مبادرات الشباب مشيدا جلالته بعمق العلاقات وروابط الصداقة الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وروسيا الاتحادية في ظل الحرص المشترك والسعي الدائم لتعزيز التعاون الثنائي في كافة المجالات وخاصة في قطاعي البحث العلمي والاكاديمي لما يشكلانه من قاعدة هامة لجميع مبادرات التنمية البشرية وما يقدمانه من اقتراحات ناجحة لا بد من استثمارها لخدمة اهداف النهضة الشاملة واعرب جلالته عن تقديره للدور الذي يقوم به فخامة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تعزيز علاقات البلدين التاريخية القائمة على الاحترام والتنسيق المشترك متمنيا جلالته الملك لروسيا الاتحادية وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار من جهته عبر رئيس الاكاديمية الروسية للعلوم الطبيعية عن شكره وتقديره لجلالة الملك المفدة على حفاوة الاستقبال معربا عن اعتزازه بجهود جلالته لتشجيع التنسيق والتعاون المشترك مع روسيا الاتحادية في مجال العلوم والابحاث ترجمة نانسي قنقر